ديمة من اسطنبول تقول يعني ما حكم الرجل الذي لا يعطي زوجته حقوقها الشرعية و يتركها بين وسوسات الشيطان و الحزن و لماذا للرجل حقوق أكثر من المرأة و الله خير العادلين إلى آخر ما قالت يا ديمة بارك الله فيك و رضي الله عنك يعني بالنسبة للحقوق بين الزوجين هناك حقوق واجبة للزوج على زوجها و هناك حقوق واجبة للزوج على زوجته و هناك حقوق مشتركة من الذي قال لك بأن الشرع أعطى الرجل حقوق و لم يعطى المرأة حقوق أو فاضل الرجل مثلا من الذي قال لك إذا كان شخص مسلم ارتكب خطأ زوج قصر مع زوجته مثلا و ما عاشرها بالمعروف نتهم الإسلام ولا نتهم الرجل هذا لا ما يجوز المنطق هذه أخت الفاضل ليس هناك أعظم من شريعة الإسلام أعطت المرأة حقوقها المرأة كانت مهانة يعني كانت كسيرة الجناح كانت مهمشة أنقذها الله بنبيه صلى الله عليه وسلم أنقذها الله بهذا النبي الكريم و إذا انتشلها من هذا الأمر و أعطاه حقوقها كانت المرأة تورث من جملة الميراث كانت المرأة في كثير المجتمعات و ليس في كل المجتمعات العربية تعيش على هامش المجتمع أنقذها الله عز وجل بهذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم و لذلك آخر وصية من وصايا النبي عليه الصلاة والسلام استوصوا بالنساء خيرا فإنكم أخذتموهن بأمانة الله و استحللتم فروجهن بكلمة الله و كان يقول خيركم خيركم لأهله هل نتهم النبي عليه الصلاة والسلام لا أخت الفاضلة سؤالك حقيقة طرحة ممكن تعاني المشكلة و كتبتي في حالة غضب الشريعة تدكي حقوق كامل فإذا كان أخت الفاضلة الزوج هو المقصر هو المخطي لا نتهم الشريعة لا يجوز اتهام الشريعة لذلك أخت الفاضلة ذكري زوجك بالله خوفي بالله قل إلى أنا وصية محمد عليه الصلاة والسلام لك أوصاك الرسول عليه الصلاة والسلام بخيرة و ذكري له الحديث و قلوا يتق الله و بعدين المرأة إذا والله الزوج يتعسف في استعمال الحق و يهضم حقوقها و يظلمها و كذا الحمد لله هي في سعة تستطيع أنها تفارق هذا الزوج و يرزقها الله بزوج خيرا منه خيرا منه فلذلك أنت في حل إذا لا ليست القضاء أنت لست أسيرة عنده و لست رقيقة و لا مملوكة و لا عبدة عنده أنت حرة أنت إنسان لك شخصيتك و ذمتك و اعتبارك كل شي لك فأهم شيء أخت الفاضة تنتبهي من بعض الألفاظ تقول والله ليش الشريعة و ليش الإسلام كذا الإسلام أعطاك حقوقك كاملة و أعطى الزوج حقوقك أيضا كما أنت تشكين الآن أنك الآن زوجك يظلمك أو ما يعطيك الحق فيه رجال يشكون زوجاتهم فيه رجال و هم الغالب يشكون زوجاتهم ما يعطونهم الحقوق هل يروح الأزواج يقول والله الإسلام كذا لا هذا منطق طبعا مرفوض تماما لأن كتاب ربنا جل وعلا بيّن حقوق بين الزوجين و عاشروهن بالمعروف و لو هن مثل الذي عليهن بالمعروف و أيضا أن النبي عليه الصلاة و السلام بسنة القولية و الفعلية أعطانا منهج هو الأنموذج أيضا الجميل و الرائع أن نقتدي به في الحياة الزوجية اشتركوا في القناة